ذهب ثوياً لاختيار مصوغات ذهبية للعرس من محل فتح أبوابه خصيصاً لهم العريس مصطفى من عناصر الجيش السوري الحر أما العروس فمن إحدى بلدات ريف حلب تمنعها العادات والتقاليد من الظهور والتحدث ظروف الحرب لم تمنع بعض السوريين من إقامة مراسم أعراسهم وإن منعتهم أجواؤها من إقامة الاحتفالات مراسم الزواج كانت بسيطة تجمع رجال المنطقة مع أهل العروسين ومن ثم تم تقديم المهر وقراءة الفاتحة لمباركة الزيجة أما شيخ الجامع القريب فقدم خطبة عقد القران من سنن هذا الكون الزواج التزاوج بين الرجل والامرأة الحمد لله رب العالمين قائم وعلى أيسر ما كان عليه في السابق العريس آثر أن تكون مراسم الزواج هكذا لأن رفقاء له قتلوا في ساحات المعارك كما يقول والد العروس يقول إنه زواج ابنته لمن يقاتل من أجل حرية بلاده أغلب أولادنا عمالة تروح شهداء ما في مشكلة أبدا عندي بالعكس أنا كنت طلبي إنه يصير زوج بنتي من الجيش الحر لأنه بيكون هذا أصدق من غيره بيكون أوفى من غيره لا بنتي ولا بلده أعلن إكمال مراسم الزواج في البلدة بلا زغاردة أو احتفال واقتصرت مظاهر الفرحة على تقديم بعض الفواكه للحضور زيجة تؤكد أن الحياة تمضي رغم القتال وإن شابتها بعض الأحزان رفيد ياسين سكاي نيوز عربية ريفو حلب سوريا